الشامس ليك دايما مباراة ومثيرة جدا ودايما مباراة وفيها مفاجآت إذا كانت مفاجآت صارة لبعض الأندية أو مفاجآت صعبة جدا لبعض الأندية لكن خلينا برضو أخد رأيك الطوب ليفل في الترانسفير ماركت يعني بنتكلم على الاستفاقات الأغلى وإستفاقات الأهم في الترانسفير ماركت الصيفي في أوروبا والتأثيرها على أنديتها يعني وجود زي بنتكلم على طبعا لوكاكو بنتكلم على رونالدو بنتكلم على ميسي يعني أنت شفت بداية وبداية الشامس ليك مع هلاء النجوم ما عنديتهم إزاي صحيح يعني ده شيء مهم جدا شفنا لوكاكو عودة رونالدو يعني عايزين نتكلم على تشيلسي وعودة لوكاكو وبرضو كريسيانو رونالدو والعودة ليه المان يونيتد دي الميسينج بيس القطعة اللي كان بيدور عليها كلتا الفريين يعني سواء كان تشيلسي مع توماس طوخل كان بيدور على حد زي لوكاكو مهاجم قوي بيحرز أهداف شفنا تأثير كبير جدا لوجود لوكاكو لعودة تشيلسي للتهديف بشكل كبير يعني هو دلوقتي أربع أهداف في ظهور في أربع مباريات صحيح شفنا في نهاية الجولة الأخيرة في البرايمر ليج أحرز تقريبا معدل كل مباراة هدف لوكاكو أحرز هو هدف الفوز حنتكلم نارضا في الجولة الأولى في الشامبينز ليج عودة كريسيانو رونالدو عودة الروح عودة الكوة مرة أخرى للمان يونيتد شفنا برضو مع أول ظهور لكريسيانو رونالدو أحرز هدفين وعمل صناعة هدف شفنا كريسيانو رونالدو أمبارح في الجولة الأولى في الشامبينز ليج مع ظهور قوي جدا أحرز أيضا الهدف بتاع منشستر يونيتد أنا شايف أن دول أهم عودة في الترانسفير ماركت أثر بشكل كبير بوزيتف بشكل إيجابي مع الفرق بتاعتهم على العكس هناك بعض الانتقالات لم تظهر بعد يعني ما شفناش لسه الظهور القوي يعني زي ما شفنا ميسي على سبيل المثال مع البيس جي بس واضح أن رونالدو يعني تحس أنه ما خرجش برا اليونيتد يعني بتحس أنه طبعا هو تقلقه طبعا في الماني يونيتد زي ما أنت بتقول يمكن أول مباراة في الشامبينز ليج مع يونيتد يمكن قبل انتقاله لريال مادريد كان طبعا أحرز هدفين وجوده حتى مبارح رغم الهزيمة لكن هو اللي أحرز الهدف لرونالدو أسطورة كبيرة جدا وعلامة وتحس أنه فعلا لا أضاف ولسه كمان حيضيف لي الماني يونيتد على النقيد يمكن الشاهد مباراة يعني باريس سان جيرمان والإحباط اللي كان على وش ميسي ميسي يمكن جات له 3-4 فرص ما قدرش يسجل منها بلعبه مع بروش يعني في الدورة البلجيكي طبيعي جدا النجوم زي ميسي زي نيمار زي مبابيه كل النجوم دول يكون ليهم تأثير إيجابي لكن شفت كمان على النواحي يعني نوع من أنواع الإحباط ولميسي في مباراة مباراة أمام بروش البلجيكي طبعا يعني لسه التوليفة ما اشتغلتش مع بعض يعني ده نقول كده ممكن تكون محتاجة بعض الوقت ولكن على عكس زي ما قلنا لوكاكو زي ما قلنا كريسيان ورونالدو ما استنوش مش لسه بقى محتاج أن أنا يعني أعمل التوليفة مع المجموعة الموجودة نزلوا كان ليهم دور إيجابي بشكل كبير طبعا ميسي أكيد مع المباريات في بعض الناس محمد بتقول وجود ميسي نيمار مبابي بيعمل بيعمل شوية مشاكل تكتيكية يعني في بوزيشن بتلاقي سعاد اللي لاحظ المباراة كان في بعض الأحيان بيبقى ميسي ونيمار في جزء لا يعني لا يتجاوز 3-4 متر ميسي تحس أنه في بعض الأحيان كان بيعاتب على خط النص شوية أنه لازم أول ما يظهر يلعب له الكرة الرتم بيفرق لما بتقعد في نادي 20 سنة وبتتنقل حتى لو أنت لعيب كبير وأفضل لاعب في العالم البدايات برضو بتحس أنها لا محتاج محتاج لسه وقت شوية صحيح ولكن ميسي بخبرة ميسي ميسي إسطورة هو يقدر أنه يحرك الفريق كله معاه فأنا وجهة نظري طبعا هيحتاج بعض الوقت في القول يعني الانسجام ما بينهم بينهم الانسجام طبعا ولكن زي ما حدثتك قلت 3 نجوم بلعب مع بعض صعب على المدرب أنه هو يقدر أنه يمنج الثلاثة في وقت واحد في مباريات كبيرة يعني أعتقد يعني لو حصل أن إمبابيه ترك النادي في المركاتو القادم ويعني حيكون فيه فرص أكبر لظهور لبالس سينجوم بشكل أقوى من وجهة نظري